هذا السؤال هل بالله هل يعقل جوان كلاس يتصلح وتضرب بعد 40 كم؟ نا غير معقول؟ كيف يجسير؟ لا يصيرش؟ او انا شو ما فهمنا ان جوان كلاس مضروب او انا مش مضروب؟ انا جوان كلاس هو عبارة على فاصل ما بين البلوك والكلاس توا في الموديل الجديد عمله حديد يعني في الحديد حديد ما يتحرقش وهذا في المقديم نقوله احنا كاغط نقوله احنا يعني العادي هذي نجم يتحرق اولا المشكلة ديما في الاغلبية الاصطناعية ما يثبتش في الجوان هل تعالى تحرق ولا لا يعني عنده مكلة ماء عنده سخانة عنده حرارة عنده ضغط ماء ضغط اهواء عنده اي حاجة طول ينحي الكلاس ويبعث الخراط يبعثه التورنار يقولهم سحلي الكلاس ويقولهم ولها برا جيب لي جوان يا اخي سبحان الله ما يزبك تفهم الساعة قبل انت بغطي عندك جاك الرجل على نفخ ماء او حرارة زايدة او ضغط في الخراطيم في الديريتير تبت الساعة تحلي جوان كلا الساعة شوفوا مضروب ولا لا شوفوا الساعة دور عليه كل هكا كان لديه ابيض هذا كله ما عندهش علاقة بضغط الماء كان لديه هذا ابيض كله ما عندهش غلاقة بضغط الماء اذا كان لديه مكان مثلا معين كما هذا ايكا ولا حاجة فيه يسرر باللهواه للماء هذاك وقتها تقول لي جوان كلاس مين وقتها لديه محروق في النص ما بين الاربع بيستونات معتها هنا فم ولا الكلاس مقلب ولا تعوش في النص كان من هنا بالجنب ما مسحق خرطان كلاس كان من الأطراف مغادية مسحق خرطان كلاس وقتها لديه كلاس وقتها يبدأ في النص هنا او مكان مسوث برشا وقتها لديه مسحق خفيفة بيش نحي هاك السوثة ذاك يعني خذ الطول تقول لي انت مشاني اربعين كلماتر معتها ما هي من الأول حل لنا الكلاس غلق معتها مش شوان كلاس فما حاجة اخرى ولهذا ما نغلطوش الناس إذا كان انت يزب كون عندك علاش تعتمد لقيت المشكل اللي جاك من اجله صاحب السيارة لقيته موجود في المحرك اللي انت في مخك مثلا شوان كلاس ما يجيش يزب نفتش على العيب وين نجي مكون شميز مكسرة نجي مكون كلاس مكسر من داخل نجي مكون كلاس بسوث وما شفتوش انت بعين يعني هذي الحادثة دي كل يزب الإنسان يرد بالهم منها قبل ما يتصرف مش ينحي الكلاس ويبعث جوان كلاس يبعث جوان كلاس ويجيب جوان اخر وركبه كطول وهي قاعدة تسخن هلاش قاعدة تسخن؟ إذا كان جوان قلنا لكا غطي ممكن يتحرك انما جوان حديد ما يتحرك جسرا وكلاس هو لتضربه فيما أغلبية الجوانات يسموها موجودة في بعض الجوانات كان في القديم موجودة أظن ثلاثة مرات أو مرتين يتخرط وكان في الحديثة تقريبا مسحة خفيفة وتحط له يسموه كود ريباريسيون أعضمه في الحديد ولهذا كان كنت مشاكة 40 كم وما فهمت شو معتها عن جوان كلاس يعني نفخة الماء شو لي صار بالضبط وقت تقول لي جوان كلاس لو كان أنك فهم أنت جوان كلاس سنوه يجب أن تحدد لي شو المشكلة متاعك أنت عندك نفخة الماء من الأول ورجعة زي ما هو عندك حرارة ورجعة زي ما هي عندك ضغط خلاطين متاع دريتات ورجعة كما هو خالت تقول لي جوان كلاس جوان كلاس عنده برش مفاهيم برشة ولهذا يجب أن تسألني حدد المشكلة متاعك وليس نعرف كيف نجاوب